وقعت دول المشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي احتضنتها مدينة العلا السعودية على البيان الختامي للقمة الذي تضمن إنهاء المقاطع بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى القمة التي حضرها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت ووزير الخارجية المصري سامح شكري تضمنت بحسب الأمين العام لمجلس التعاون نايف مبارك الحجرف التوقيع بشكل رسمي على إنهاء المقاطعة مع قطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال خلال كلمة افتتاح القمة إن الاجتماع يأتي في ظروف تحتم على الدول العربية التكاتف بشكل أكبر للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها وفي مقدمتها ما أسماه بالسلوك التخريب لنظام الإيراني وبرنامج تهران النووي الخارجية المصرية شددت من جانبها على حرص مصر الدائم على التضامن العربي واستعجها من أجل إزالة الخلافات بين الدول العربية بما يضمن تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تواجه المنطقة داعية إلى البناء على الخطوة من أجل تعزيز العلاقات بين دول المنطقة انطلاق من مبدأ حسن النواية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدوره اعتبر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد المكتوم الذي ترأس وفد بلاده إلى القمة أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب قوة وتماسك خليجي أكبر داعيان إلى اعتماد ما تم تواصل إليه بالقمة كبداية لتوحيد الصف العربي ترجمة نانسي قنقر